وعشان كده لابد ان احنا نفهم التغيرات اللي بتحصل لنا يكون سببها ايه لان احنا لو ما فهمناش ده ممكن نقدي الى اشياء كتيرة تتعبنا طب نعمل ايه بقى احنا عايزين نخرج من هذه الورطة لانه فيه طريقة سهلة عشان كل واحد فينا يعرف احتياجات التاني ويسعى انه هو يوفره بيئة امنة ويبقى فيها كتير جدا 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 من المواد ده والرحم اول حاجة عشان نقدر نخرج من فكرة العيش بالسيستم ثم بعد ذلك التحولات اللي بتحصل بسبب تغير البيئة او تغير الحال من السفر الى العودة من الغربة وبعد كده التحول اللي ممكن يحصل للرجل او المرأة بعد ما كان هو صاحب سيستم وصاحب نظام يتحول مرة واحدة كده كأنه يتبدل بيحصل ده كتير نعمل ايه بقى احنا محتاجين نبتدي شوية من بدر شوية لازم كل واحد فينا يتقبل شرك حياته يتقبل شرك حياته ويخليه مرن في التعامل معاه يعني ايه مرن في التعامل معاه؟ التقبل لشرك الحياة مش بس معناه انه نقبله بخطأه لكن يكون مرن بمعنى انه هو يفهم كويس جدا جدا الشخص ده انه هو شخص عنده حرية انه هو يختار ويشارك فلازم انا اسمح له بانه يشارك معاي وبقى مرن بمعنى ان انا اتقبل وجهة نظره مش اتقبل بس انه هو موجود معايا لا اتقبل كمان وجهة نظر واتقبل ان وجهة نظره دي ممكن تبقى قيمة مضافة للبيت ده هيقلل كتير جدا 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 نزاعات النظام والتحولات اللي بتحصل في منتصف العمر او التحولات اللي بتحصل عند العودة من الغرب وده شيء مهم جدا ان احنا ننتبه اليه الامر التاني المهم جدا اللي بيغفر عنه كثير من الازواج وبسبب غيابه بتشتعل القلوب ويفضل الانسان متحام في السيستم ساعات او متحامي في ان هو بيبحث عن احتواء بديل اللي ليه ايه سبب ده عظم ازهار الامتنان لشرك الحياة هو تعب وشئي وهي كمان تعبت وتحملت لكن هما الاتنين كبروا بس يوم ما وكبروا كمان في حاجات بتكبر فيهم حاجات حلوة بتكبر فيهم فلازم نمتنل الحاجات الكبيرة دي فيهم لازم اعظم الحاجات الحلوة اللي هي كل ما بتقعد مش بتقدم كل ما بتقعد الانسان بيبقى ليه فضل اكتر فاحنا لازم نمتنل لبعض مش معنى ان واحد مستحمل معايا خلاص الاستحمال قدم ده الاستحمال زادت غلوته وزادت قيمته فاحنا لازم نمتن والذيك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ما لا يشكر الناس لا يشكر الله وعلمنا ان احنا كل واحد فينا لما حد يعمله حاجة لابد ان يحسن له وان يشكره على هذا واكتر ناس بيبقوا محتاجين ده شريك الحياة عشان ما يفضلش هو يأكل في نفسه ويعيش حياة كأنه في دور المظلومية عشان نزيح الحياة السلبية من حياة الناس لو سمحتم لازم فضيلة الامتنان ده ترجع للبيوت مرة تانية وانا عارف ان الناس اللي بيسمعوني بيقولوا ايوة احنا لو كان لما رجعنا او لما اختلفنا كان هو امتن اللي احنا عايشين به كان فيه حاجات كتيرة من مشاكلنا هتصغر قوي عشان الامتنان بيزيح الحاجات السلبية تالت حاجة لازم يبقى فيه حوار لازم نبقى على طول بنتحاور ونتفاهم وانا دايما بقولكم على سلاسية الفهم والتفاهم والتفاهم لازم اي حوار مننا لازم نخرج بشيء مشترك ولازم نتعلم ان الكلام احد اشكال الاحترام للانسان اخر حاجة لازم نعملها لازم نقرب من بعض لازم نحاول نتعرف على بعض نقرأ عن انماط شخصياتنا لازم كمان نتكلم عن معضم امام الناس بشكل ايجابي كل ما نعمل الكلام ده كل ما الفجوات هتقل وكل ما الاوقات الصعبة دي سواء منتصف العمر او سواء التحولات اللي بتحصل او سواء صعوبة الانظمة اللي بيعطى الانسان عشان ما يقعش في الخطأ كل ده هيخف ونقدر نستحمله ونقدر نمر فيه لما منقرب مع بعض فنتفاهم فننتقل من التفهم الى ان نعيش مع بعض في توافق فنرضى ونجد ابواب السعادة مفتوحة وتهدأ يهدأ البال يا رب اعنى على ان احنا نكون نعيش بهذا ونحيا بهذا فنذوق حلواته ويا رب العالمين وامسح على قلوبنا حتى نكون من القوة ان نعيش بهذه الحقيقة وبمددك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اشتركوا في القناة